بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعبوث الرحمة العالمين مسألة الفقهية هامة جدا تؤرق كثيرا من الناس وتحير كثير من الناس اختلاف المطالع مطالع الهلال خاصة في شهر رمضان لانه يتعلق بالصوم والافطار ويتعلق بلاية القدر يعني بلدان تثبت فيها رؤية شهر رمضان وبلدان تثبت فيها رؤية شهر رمضان ويكون شعبان وثلاثين يوما وبالتالي يختلف صوم الناس صوم الناس البعض يصوم وبعض يفطر وتختلف ليلة القدر وهذا هو الذي يحيره كثير من الناس هل ممكن ليلة القدر؟ تبقى مختلفة يعني ناس عندهم ليلة القدر وناس ثانية ما عندهمش ليلة القدر وليلة القدر هي ليلة واحدة بس عند كل الناس اختلف لو انا ما اقف في ذلك لكن سأحاولوا حضركم الرأي الراجح في هذه المسألة والدليل القاطع عليه عشان كثير من الناس تطمئن لان بعض الناس يقول لك احنا مش عارفين ما يمكن الرؤية ثابت عندنا وما ثابتش عند غيرنا طب ليلة القدر عندنا غير عندنا هل تقول ليلة دي حلد ما دي هي ليلة القدر وليلة عند ناس تاني هي ليلة القدر يبقى احنا كده خسرنا السواب لا غير صحيح هذا الكلام الملكية والشافعية والاحناف قالوا لا لازل تكون ليلة واحدة ومطلعة واحدة بس عند كل المسلمين واحتجوا بقول الله سبحانه وتقول الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأقدروا له في رواية وفي رواية فأقدروا له ثلاثين يوما أو فأتموا شعبانا ثلاثين يوما في حديث لو كذا الرواية إمام الشافعي وبعض العلماء وهذا هو الرأي الصحيح المعتبر قالوا لا تختلف المطالع وتختلف رؤية الهلال من بلد لبلد وهذا هو الصحيح وهذا هو المعتبر وأي شيء غير ذلك يخالف المعقول والمنقول يعني يخالف المعقول والمنقول المعقول أنه مستحيل خاصة في زمن إصحابه والتابعين جمع الناس كلها على رؤية واحدة مستحيل هذا يخالف ليه الناس في الحرم شافوا الهلال والناس في أقصى مشارق الأرض الإمبراطورية إسلامية كبيرة ما شافوش الهلال طبعا هنخالي الناس الناس اللي في الشارع اتصم إزاي لو واحد ركب فرص من الحرم فرص عربي أصيل وجار بيه بسرعة مش هيوصل مش هيوصل في نفسي اليوم أبدا عشان يقول للناس ولا كان فيه موبايلات ولا كان فيه أمار صراعية ولا كان فيه حاجة ما مستحيل ده بيزاً مستحيل و المستحيل أنه ده يطبق عقلاً والمنطق بيقولونه مستحيل مستحيل الأمبراطورية الإسلامية كلها في قرن الأول الهجر أو التاني الهجر في عاد سيدنا عمر بن العزيز انتدلت لمشارق الأرض ومغاربها الناس كلها الهلال زهر في بلد الناس هتصم في بلد التانية زي لا فيه طائرات ولا فيه أمار صراعية ولا فيه تلفونات ولا موبايلات ولا أي حاجة ناس هتعرف ازاي دليل النقل بقى وازال لا يحتمل شك وذكره الإمام مسلم عن كريب قال قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقال رأيناه ليلة الجمعة فسيدنا عبدالباقس قاله أنت رأيته قالوا فقلت نعم قال ورأاه الناس قال قلت نعم ورأاه الناس وصام 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 معاوية معاوية سعيدة كان والي الشام فقال لكن لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثينا حتى نكمل ثلاثينا أو نراه فقلت اللي هو كريب روي الحديث كريب أو كريب روي الحديث والحديث طبعا روي الإمام مسلم هو حديث صحيح لا شك في الصحة إن شاء الله فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله هكذا أمرنا رسول الله ده كلام سيدة عبدالرابد عباس حبر الأمة هكذا أمرنا رسول الله وقال الإمام الترمزي تعليقا للحديث والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لأن لكل بلد رؤيتهم لكل بلد رؤيتهم إذن الموضوع منتهي مستحيل جمع الناس طب لكن لو في آخر الزمان أصبح في إمبراطورية إسلامية والناس كلها كتمعت على إمام واحد وأصبح العالم وقال قرية الصغيرة دي يقدر أن نجمع ناس كلها على رؤية واحدة وفي هذه الحالة هتبقى هي ليلة قدر واحدة طب لما يكون ليلتين قدر هل جبريل هينزل في الليلتين؟ آه جبريل ينزل في الليلتين وقال العلماء لهم تنعوا نزول جبريل في الليلتين ومعاه مليارات الملائكة كما قال الله سبحانه وتعالى تنزلوا الملائكة والروحوا فيها بإذن ربهم من كل أمر السلام ونهي حتى مطلع الفجر فلهم تنع نزول جبريل عليه السلام والملائكة في الليلتين ينزل في مصر الليلة مثلا وغادا ينزل في الجزائر لاختلاف الرؤى ربنا هو لأمره بالنزول لمصافحة الناس والدخول على الناس في المزاجد ولرؤية من المصلي ومن الغافل من الزاكر من القارئ والتالي ومن الغافل عن ذكر الله ويكتب الملائكة هذا في صحفهم فإذن هل جبريل ما يقدرش ينزل في الليلتين ما يقدر ينزل هل سبحانه وتعالى يعجزه شيء فإذن لا جائز جدا ليلة القادر تبقى أكثر من الليلة والدول سوابهم والدول سوابهم فمحدش يحتار من هذه المسألة أبدا أو يقلق من هذه المسألة لأن هذا كان المعمول به في القرن الأول الهجري وكان فيه ليلتين قادر طيب فيه مسألة تانية بقى لو فيه غيم في السماء واللي ما عرفوش يشوفه ما عرفوش يشوفه الهلال نعمل ايه عبد الله بن عمر ما ذهبه ما ذهبه كان بيقولك أنه لو ما شفتش الهلال ودقيت غيم كان بيصعب صايم قال هذا نافع مولى عبد الله بن عمر نقل عن عبد الله بن عمر فقالك لأنه ممكن يكون الليلة موجود تحت الغيم ومن شايفينه وفي الحالة دي لو احنا فترنا يبا كاننا فترنا يوم من رمضان جمهور العلم قالوا لا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث فإن غم عليكم وكلمة غم معناها حيلة بينكم بين الهلال بأي طريقة كانت سواء الهلال ما تولتش أو سواء كان فيه غيام غيام وسحب من عبد رؤية الهلال وهذا الرأي الأصح لأن هتعمل ليه طب في شوال لما تثبت رؤية شوال تفترض كان فيه غيام هل هتعتبر ان الهلال موجود زي ما عملت في رمضان ولا هتعتبر بش موجود هتا بش شايفه جايز يكون تحت الغيم وتجايز يكون شاحت الغيم لو انت افترضت ان هو كان موجود تحت الغيم زي ما حصلت في رمضان هتصحى فاطر عشان رؤية شوال من الجايز ان هو كانش موجود يبقى انت فطرت يوم في رمضان أو العكس يكون متولدش وتفترض ان هو موجود أو يكون العكس يكون متولد وتصحى صايم وهو يوم عيد يبقى انها غيرنا في العيد غيرنا في عيد الفطر خلينا رمضان هل فيفع الكلام ده يبقى ايزا فهو كلمة قال فاقدروا له قال لك هيعتبره تسعة عشرين وهو قال لك كلمة فاقدروا لكن في رواية تانية دي رواية مقيدة في رواية تانية مطلقة تفسر هذير قال فاقدروا له سلسين يوما يعني خلوه تلاتين يوم بعض ونما قال لك فاقدروا له سلسين يوما يعني عسابوا الحسابات لكن هذا كرأي غير صحيح وده اللي حصل ده اللي احنا وقعنا فيه دلوقتي عسابوا الحسابات الفلكية لا جزء الاعتماد على الحسابات الفلكية في رؤية أي شهر عربي أبدا ولكن يجب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفطروا طب فيه دليل برضو على كده فيه دليل على كده السنة فيها كل شيء ولكن اللي يبحث في السنة فقال فما اسأله فأقدره له قال لك لا فأقدره مع الكلمة فأقدره له سلسين فأقدره له نعمل نشوف الحسابات لكن هذا كلام غير صحيح جاء في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وكذا وفي رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم أشهر بيده كده مرة وكده مرة يعني ما نطش نقول شهر تسع عشرين شهر تلاتين شهر تسع عشر ولكن نحسب حسابات فلكية ولكن الرؤية العينية للهلال هي المعاول عليها في تحديد رؤية سبوت الرؤية أو عدم سبوت الرؤية غير كده لا نحن أمة أمية لا نقرأ ونكتب ولكن اعتبد على الهلال فقط في أدلة تانية كمان إن رؤية الرؤية تختلف اختلاف مع معيد الصلوات في أمريكا بيبقى فيه ليل وفي مصر بيبقى فيه نهار والعكس صحيح إزاي حين نجمع نجمع في مصر وأمريكا على رؤية الهلال واحد إزاي كانت هم عندهم نهار رحنا عندنا ليل ده في بلدنا فيها نهار على طول في بلد فيها ليل على طول وفيهم جليات إسلامية وواواواوا هكذا فالاختلاف شريعة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم عربك فاختلاف المطالع ما أعتبره عند العلماء هو الصحيح وحديث بتاع صحيح مسلم يقطع بهذا كل قول هذا استغفروا فمحدش يقلق ومحدش يترق ليلة القدر هتكون في مصر والأهل مصر سوابهم العظيم في هذه الليلة والأهل الجزائر أو أول دولة تالية برضو ليلة لهم ليلتهم بقى إخلاص النية واحتساب الأجر وربنا سبحانه وتعالى بيش بيتلكك للناس رب يحاسب يكفي إخلاص النية ليلة القدر ولم تكن ليلة القدر لكننا أحساب الأسباب كل الأسباب فإذا صوب محفوظ حتى لو لم تكن ليلة القدر فإذا اختلاف المطالع ومعتبرهم في السنة وحديث عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس لا يمكن يجذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول ويقول لكرايب أنتم شفتم الهلال في الشام وصمتم وإحنا ما شفناش وكرايب يقول له وطب مش تكتفي بالصيام معاوية ورؤيته لهلال أو رؤية أهل الشام يقول له لا هكذا أبرانا رسول الله يعني عبد الله بن عباس بيقول لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أو علم عبد الله بن عباس اختلاف اختلاف الرؤية بين البلدان وأن كل بلد لها رؤية خاصة وهذا معتبر وليمكن عبد الله بن عباس يجذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح متفق على الصحيحاته لأنه في الصحيح مسلم فلن يمكن عبد الله بن عباس يجذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي ف وزي ما قلت رحضت لكم منطق والعقل يقول أنه مستحيل جامع الناس خاصة في القرون الأولى على على رؤية واحدة لبعد المسافة ونسكتون ما دمش على جماله وجماله ما فيش الأمار مع الناس هتعرف ازاي فإذا اختلاف الرؤية للبلدان معتبر وهو الصحيح فحبت مسألة الفقهية الهامة جدا لأن كثير من الناس يؤرقوا هذا الموضوع ويقول لك ليلة القدر هي الصحة ولا لدينا صحة هناخد السباب ولا بش هناخد السباب لا حد شوى الله ستاخد السباب اقولوا خاولي هذا استغفر الله لي اشتركوا في القناة السلام عليكم جديد وتساعدونا شكرا